المادة السلسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذوا وإليكم الجدول الزمني تفصيلا على النحو التالي إن شاء الله بعد إلقاء تفاصيل الجدول هيتم نشره على كافة وسائل التواصل الخاصة بالهاية تلقي طلبات الترشح يوميا ساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر 23 تلقي اعتراضات المترشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء خلال يومي 17 و18 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 21 أكتوبر اختار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء خلال يومي 23 و24 البت في التظلمات والاختار بها يوم 26 أكتوبر تقديم التعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 27 و28 أكتوبر فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من تعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا هو آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر